السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضركم معي في قناتي اكلنا بالمصري ان شاء الله النهاردة هنعمل بوريك بالجبنة والزعتر الطريقة سهلة جدا وبسيطة في التحضير والتسوية كمان مش بتاخد اكتر من تلت ساعة بسم الله ودي مقدير العجينة نص كيلو دقيق نص كباية زيت وكباية مية دافية معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومعلقة كبيرة من السكر ونص معلقة صغيرة بيكنج بودر ورشة ملح اول حاجة هبتدي بيها هقلب البيكنج بودر والخميرة والسكر ورشة الملح مع الدقيق كويس جدا بعد كده هضيف نص كباية الزيت وهخلطهم مع بعض لحد ما الدقيق يتشرب الزيت كويس قوي وهنستعمل ايدينا علشان نضمن ان الزيت اتوزع كويس في الدقيق بعد كده هبتدي اعجن بالمية وهضيف كباية المية على مرتين وهشوف هحتاج بعد ما هضيف الكباية كلها كمية من المية تاني ولا لا طبعا حسب نوع الدقيق انا احتاجت ربع كباية كمان علشان العجينة تكون طرية واول ملعجينة تلم من الطبق وتكون طرية ومتمسكة بالشكل حضراتكم شايفينه هغطيها وهسيبها تخمر وهبتدي دلوقتي اجاهز الحشو اللي هحشير البوريك معايا جبنة حدقة واقدر استعمل اي نوع جبنة ومعايا كمية من الزعتر وكمية من الفلفل الرومي هبتدي اخلط اللي جبنة مع الزعتر وهاخد حوالي معلقة صغيرة من الزعتر وهخلطهم مع بعض وهضيف لهم الفلفل الرومي مع الطعام وكعبات صغيرة جدا العجينة هنا خمرت انا ههبطها وهطلع الهوى منها وهرش رش الدقيق على الرخامة وهبتدي افرد العجينة هرش برضو رش الدقيق على وش العجينة علشان ما تلزقش في المردانة وهفرد العجينة بسمك بسيط يعني ممكن يكون واحد سنتي وبعد ما افرد العجينة كويس جدا هبتدي الوقتي اشكلها على شكل دوايل لو عندي بولة صغيرة او اي قطعة بحجم صغير هقطع العجينة وبعد كده هبتدي اشيل الزيادات طبعا احنا هنفردها تاني وهنبتدي نشكل العجينة اللي هي الزيادات اللي طلعنا هحط الحشو على كل قطعة من العجينة اللي احنا شكلناها وبعد ما وزعت الحشو على العجينة كلها هبتدي دلوقتي اقفلها باخد الحروف بتاعتها وبضغط عليها لكن ضروري نضغط عليها كويس جدا علشان ما يكونش فيها اي جزء مفتوح لان احيانا الجبنة وهي بتستوي بتطلع كمية منها وبتلزق في الصينية احنا هنقفلها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين ومجرد بس ما ضغط على الحروف بتاعتها ببطط الحروف بشكل بسيط والحرف بتاع الدايرة اللي هو من فوق ومن تحت برضو بضغط عليه ضغطة بسيطة وبيكون جاهز بالشكل اللي حضراتكم شايفينه برص البوريك في الصينية بس مش بكون دهناها باي حاجة يعني انا مجرد بحطه في الصينية على طول وبعد ما بخلص تأفيل كمية العجينة كلها بسيبها تخمر ربع ساعة كمان مجرد ما تبتدي تعلى وتخمر شوية هبتدي ادهن الوش بتاعها بجهز معلقة من العسل الاسود ولو عندي دبس الرمان او دبس البلح برضو ينفع استعملهم لدهان اي معجنات بضيف لمعلقة العسل معلقة ماء او معلقتين وبقلبهم مع بعض وبدهن وش المعجنات بالفرشة وبعد كده هبتدي ارش على الوش زعتر زي ما حضراتكم شايفين وبالشكل ده بيكون جاهز عشان ادخله الفرن بدخله الفرن سابق التسخين على درجة حرارة مية وتمانين وبحطه على الرف اللي في النص واول ما يبتدي يستوي بس بياخد لون دهبي بس من تحت بطفي النار من تحت وبشغل الشواية اول ما بياخد لون دهبي منع الوش كده بيكون جاهز بعد ما بيطلع من الفرن على طول بشيله منها لصانية وما بيكونش لازق ولا اي حاجة خالص وده تسويته من تحت اللون مظبوط جدا زي ما حضراتكم شايفين وهفتح واحدة علشان نشوف شكلها من جوه هشة جدا وطرية والطعم كمان مميز جدا بحشو الجبنة والزعتر ضروري نخلي بالنا ان وانا بسويه ما استناش لما الوش يحمر لو استنيت لما الوش ياخد لون دهبي البوريك هيكون ناشف جدا مجرد ما ياخد لون دهبي بس من تحت بط في النار وبشغل الشواية عليه لحد ما بيستوي من فوق طريقة سهلة جدا بسيطة ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم السلام عليكم ورحمة الله